هذا وقد عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية حيث تم استعراض الوضع الإنساني في غزة وما يتعرض له الفلسطينيون من إبادة نعم وأعرب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند عن بالغ قلقه إذا احتمال شن عملية عسكرية واسعة النطاق للاحتلال إسرائيلي على مدينة رفح المكتبة بالسكان عقد مجلس الأمن الدولي جلسته الشهرية لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية حيث قدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إحاطة عبر دائرة الفيديو جدد فيها قلقه إذا احتمال شن الاحتلال الإسرائيلي لعمليات عسكرية موسعة في رفح مؤكدا أن الوضع الإنساني في غزة أصبح يائس مع اقترابنا من 140 يوما من الحرب المدمرة لا توجد نهاية في الأفق ولا نهاية لصدمة المتضررين الفلسطينيين ولا نهاية للناس في غزة أشعر بقلق عميق إذا عملية عسكرية إسرائيلية واسعة نطاق محتملة في منطقة رفح المكتظة بالسكان حيث يحتمي حوالي 1.4 مليون فلسطيني هناك واستمع المجلس الدولي إلى إحاطة من كروستوفا لوكيير عن منظمة أطباء بلا حدود حيث أكد مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي للمرضى والأطباء وقصف المستشفيات وضمرت النظام الصحي في غزة ويخشى زملائه من معاقبتهم غدا لأنه يتحدث إلى مجلس الأمن اليوم موظف أطباء بلا حدود وأسارهم هجموا واستهدفوا وقتلوا في مكان كان يفترض أن يكونوا آمنين فيه واليوم موظفون عادوا إلى العمل ويخاطرون بحياتهم من أجل مرضاهم ما الذي أنتم على استعداد أن تخاطروا به إننا نطالب بالحماية التي يعيد بها القانون للإنسان الدولي ونطالب بوقف إطلاق نار من الطرفين ونطالب بالمساحة اللازمة لتحويل وهم المساعدات إلى مساعدة حقيقية ووزعت الولايات المتحدة الأمريكية نسخة معدلة من مشروع قرارها بشأن غزة لمنع الهجوم البري للاحتلال الإسرائيلي في رفح على الدول الأعضاء في مجلس الأمن لإجراء المشاورات وذلك بعد أن استخدمت حق النقد الفيتو ضد مشروع القرار الجزائري العربي هذا الإسبوع تستمر منشدة الأمم المتحدة لوقف فوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة مع تعنت قوات الاحتلال الإسرائيلي وتدور الأوضاع الإنسانية هناك من الأمم المتحدة أسامة عبدالعزيز تلفزيون دولة الكويت